طب ايه الدور اللي انت بعد ما تفرقت باعاً على المسلسل وكده كان نفسك تعمله؟ ام.. والله مش عقاة يعنى finalmente بجين ناش وداد الدور اللي نفسه اعمله اعتقد.. اصلا انا مشكلة في حاجة انا لما بتفرج على فنان بيعمل دور ما بعرفش هتخيل حداً غيره في الدور ده يعني خلاص هو بيثبت في دماغي بالدور ده يعني الأدوار كلها الأدوار الرجالة كلها في المسلسل الكارم فتح الله ونعيم وكده مش متخيل حد تاني يعملها غيره بس لما بيجي الورق في الأول خالص وانت بتقرأ كده بتحس ان فيه أكيد يعني دور كده اللي هو تحس اللي هو إيده أنا نفسي أعمل الدور ده أو أنا حسس انها لو عملت الدور ده هيبقى مثلا سهل علي أن أنا يمثله أو صعب علي جدا أن أنا يمثله بس نفسي يجربه فأني دور كان فيه أدوار جريئة في المسلسل بسرعة دور بس انت كمان دورك جريئة دوري جريئة بصراحة دور كارم فتح الله جريئ جدا اللي هو اللي لعبه الفنان أحمد عبدالله لأنه ده كان فيه مشاهد أكشن كتير وعايز أقولك برضو مش سهل على هو أصلا دكتور مش سهل على دكتور أنه يبقى يعمل بقى شفت يبقى ممثل وإحنا كمان الشعب المصري بيتأثر قريب اللي بيشوفه في التلفزيون فكان طالع شرير وكان بيتضرب وسوريا ضربته في الحارة وبتقفل بالشبش بالشبش فالهو يعني حرام والله يسعب علي دوره جريئة نحتاج طبعا حد جريئة